الناس كتاخد المانيجوم وللأسف مثلا حسار موش لوكور ديال الطبيب حيث غاليبان طبيبش كياتك المانيجوم كيقولك هانتا غتاخد المانيجوم مثلا مدات 15 اليوم مدات شهر شهرين تلت شهور على الابعد تقدير وغادي نتشوفو وعد نحددو دكشا وقتاش نقدورو نعاودو نبداو لوكور ولا ما نبداوه شولا الناس اللي كتاخدها انها بحل مي كتفتر الصباح كتضربوه حتى ستاولي سبعة والعشرة ديال الحبات ديال اللي كومبليمو علي موطا وكتخورش تخين هاشنو ممكن تقولنا على ديال العداد لانا ويس كتبان بشكيل اخرى على الكبدها وعلى اكزاكتمن شوف شوف ولات واحد لابروباقاند كبيرة بزاف وللأسف جو فيلو دير كين واحد لكوت كوميرسيال الكبير بزاف مسيطر سوف من المابروباقاند كطبيبا ومشرف أو مبدا길 على أني بعض من هذه الموكملة الليومة واللينا محتاجين لهم مثلا اليوم المنىوجوم ما رأي لا تؤيد إليه اليومة انها بطلبن كلفا كل الناس itten انهم يمكنهم الناس بحضرها ديال احمل كاملين ما نقدرش نحضر إليهم مثلا هالشي دي المورينغا والشوغاندا و هذا أنا حاليا زي ما أنا كاختصاصي ما عنديش دراية بهادلي كاملين ما نحضرش على توسكي اوميغا ومانيزيوم وفيتامين بي أنا غادي نحضر إليهم دابا ما نقول توسكي توسكي بلانت توسكي يعني يا بكو دابا يا بكو دو تندانس ما عندكش الضمانة الكافية باش ممكن لكش وصفين الناس ما نقدرش نوصفهم ما نقدرش نجاوب إليهم باش نقول صراحة ماشي مختصاصي ما تنفهمش فيهم نرجعو المعادن والفيتامينات وهدو وي هدو نهضر فيهم هدو وي كاينين دراسات دابا يعني سيبازي سوغ دي زيتود سينتيفك هدو ما اللي تنعرف بهم سنقدر نهضر إليهم داكو دونك بنيت يكونو اندي دي زيتود سينتيفك اللي دارو بزاف ودارو على بزاف الناس دونك كاينين مثلا إلا جينا نهضروا على الوميغا 3 مثلا وي سيبخوفي اليوم أنه مهم بزاف وتتعاوننا بزاف الوقاية دي الأمراض القلب والشراين عند بعض الناس معينة في واحد السين معين نو ما نقدرش نجاوب نقول لها داكشي غير تخربيق ممنوش إيبان سور دي ما هدو دراساتكم بزاف لطبيب لأنه مثلا شوف لوميغا 3 مهم بزاف لدس ديانا لفيتامين بي وغروب بي مهم بزاف لدس ديانا الحديد مهم بزاف لدس ديانا المانيزيوم مهم بزاف لدس ديانا لفيتامين دي لكالسيوم لزنك هدو كاملين مهمين بزاف لدس ديانا ما نقدرش نقول لها داكشي ما محتاجينوش را غير تنخربكو تتبقى بيانسور لباز يعني انا متلان كون جو رسوة انا متلان كون جو رسوة جون اللي تتاكل بواحد طريقة صحية وعند واحد النمط دي العيش صحي هاداك اللي تكون لسوخس ديالو غدائية يعني من طرق طبيعية يعني اكتخسنا دي ما نصحو بيضا لباز هاد ندوزول دكشي اللي تتشرو تندخلو لداتيلي اني يتوجو انكمبوزانت شي ميك في دكشي ماش نقولو لي كاين في بعض الحالات كنديرو اقل اضرار يعني مام احنا كاطباء رح نتنقدرو نكتبو هاد الافيتامين و هاد الكمبليمون في بعض الحالات مثلا الناس لاندهم مشاكل ديالجهاز الهضمي مزمينة يعني بتغذية ما تيمتصش كفاية دونك تنحتاج نكتبليه انه يكمل بالمكملات الهدائية بعد المرات تتكون مكملات بعد المرات تتحاليلي لقالو لي راسي انكارنس رس نقولو ليه في دواء ماشي غير مكمل داكو بعض الحالات مثلا ديالناس كبار السين مثلا الناس اللي كبار السين احنا تنعرفو انه يعني مع السين المتقدم الامتصاص تنقص الحاجيات تتزاد دونك ويف هاد الحالات تنقدر مام انا كطبيبة انا نكتب هادو كلي كمبليمون هدرتي الى واحد الحاجة هو انه تنوليو فلا كونتي للأسف دابا ولي نفع بزاف وحدة الشراء ديال المكملات يعني تقدر تكون كل حاجة بوحديتام زيانة وقال الجمع مشكيل كاملين ومدة طويلة ويتا نقدر نعيي الكبدة ديالي تنقدر نعيي الجهاز الهدومي ديالي تنقدر نعيي الكلاوي ديالي لانه داك شي كامل اللي تيدخول تيخصو يتمتصو تيخصو يتصفو تيخصو تيخصو دونك تكين باد الناس اللي تيقولك الله هادا مزيان طبيعي هادا وي را كاملين نقدروا نتافقوا انهم زيانين ولكن راما شي بدرورة تتخلطوا كاملين تتخضو فدقة وحدة ترجمة نانسي قنقر